السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في هذا الفيديو صف خامس بدي أحكي لكم عن ملخص القصة في هذا الدرس اللي هو القائد والنملة ثم بعد ذلك الأفكار الرئيسية وبعض المعاني الجديدة وأضع لكم حل الموجم والدلالة والفهم والاستعاب إلا ما وجد من الواجب ملخص القصة أنه خطب القائد في جنوده لمقاومة من الأعداء والدفاع عن مدينتهم مبينا لهم أهمية موقع هذه المدينة والتصدي للمعتدين واستبسال الجنود في الدفاع عن مدينتهم لكن العدو كان أقوى منهم فغلبوهم فتركوا المدينة وتفرقوا في أحد الوديان هناك شاهد القائد نملة تحمل قطعة خبز أكبر منها تريد أن تصعد بها إلى أعلى الصخرة حتى توصلها إلى بيتها لكنها كلما فشلت حاولت من جديد حتى نجحت بآخر المطاف أنها حملت هذه قطعة الخبز وذهبت بها إلى منزلها هنا أخذ القائد قال في نفسي أن هذه النملة الصغيرة ظلت تحاول وتحاول وتحاول ولم تيأس إلا إلى أن حققت ما تريد وأنا لن أيأس هذا كهكذا قال في نفسه لن أيأس من أول هزيمة وإنما أخذ منها العزيمة والإصرار من أجل الوصول ثم بعد ذلك جمع جنوده من جديد وحفزهم ونظم صفوفهم وتمكنوا من طرد الأعداء فهزموهم وأخرجوهم من مدينتهم إذن هذا هو ملخص هذه القصة إذن التي تعلم القائد من النملة الصغيرة الإصرار وقوة العزيمة وأيضا المجابعة وعدم اليأس وعدم اليأس من أول مرة وإنما المحاولة كل من جديد حتى يصل الإنسان إلى مبتغاه من ما أراد الأفكار الرئيسية الفقرة الأولى تتحدث لنا عن خطاب القائد أمام جنودي وحفزهم وتحفيزهم للدفاع عن مدينتهم وثانيا الفقرة الثانية استبسال الجنود في الدفاع أنا أتكلم في صفحة 30 استبسال الجنود في القتال لكن العدو كان أقوى منهم فهزموهم أما في الفقرة الثالثة شعور القائد باليأس لو لا مشاهدتي لتلك النملة التي ثابرت وثابرت حتى حملت قطعة الخبز أكبر منها إلى بيتها وأيضا الفقرتان الرابعة والخامسة تعلم القائد الدرس من النملة وإعادة جمع صف الجنود وقتالهم للأعداء وطردهم من المدينة خلونا مع بعض نشوف المعاني الجديدة غلبه اليأس أي ماذا فقد الأمل تصعد تعل الصخرة تريد محاولة أن تصعد بها إلى أعلى أي تصعد بها إلى أعلى الصخرة ظلت تحاول وتحاول أي لم تقطع الأمل أي ظلت استمرت بالمحاولة لم تيأس هذه النملة لم تقطع الأمل بالتالي تحقق لها معنى كلمة تحقق أي حصلت على مناها ومبتغاها الإصرار والعزيمة والتصميم الظفر أي النصر معنى كلمة الظفر أي النصر هذا هو الأفكار الرئيسية وبعض المعاني سأقوم بوضع أسئلة المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب يعطيكم العافية